صباح الخير النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة الكوب كيك الشكل اللي انتو شايفينه ده بالزبط كنا عملنا قبل كده مع بعض الكنافة التقليدية العديل خالص السادة وعملنا كمان الكنافة بالقشطة الصيامي النهاردة بقى هنعمل الكنافة بالقشطة الصيامي بس هنعملها في صواني الكوب كيك فيطلع شكلها زي ما انتو شايفين كده بالزبط صايمين محتارين وعاوزين تاكلوا حاجة حلوة مختلفة اعملي الكنافة بالطريقة دي قدي شكلها جميل جدا وحلو عندك مناسبة عندك ديوف عاوزة تعملي حاجة حلوة كده شكلها مميز اعملي الكنافة دي شكلها فعلا مميز وطعمها لا يقل عليه يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا بس قبل ما نبتدي انا اسمي ميرفت لو عجبك الفيديو هو تنسي تشارك في القناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات من الاكل الصيامي ويلا بينا نبتدي اول حاجة نعملها هو تحضير شربات الكنافة الشربات الكنافة بيكون تقيل وبيكون بارد لما بنحطه على الكنافة يعني الكنافة بتاعتنا لما تطلع من الفرن لازم الشربات يكون بارد ونسقيه على طول فعشان كده احنا هنعملوا اول حاجة ونسيبوا على جنب لغاية ما يبرد هو عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية مية ومعلقة كبيرة عسل وعصرة لمون هنروح ندوب السكر والمية والعسل على البارد بعد كده نحطهم على نار متوسطة لما يدخله في الغليان نروح حطينا عليهم عصرة لمون نسيبوا مثلا في حدود خمس داية على البتوغاز وبعد كده نطف عليه ونسيبوا على جنب لغاية ما يبرد ويلا بينا نكمل شغل الكنافة بتاعنا جبت علبة كنافة علبة الكنافة بتاعتي كانت 400 جرام 400 جرام دول هيكافوا لسنية كوبكيك يعني هيعملوا معنا 12 واحدة من الكنافة كوبكيك الصغيرين اللي انتوا شايفينهم دول بالزبط وزي ما اتفعنا قبل كده ان اسهل طريقة لتقطيع الكنافة هي انك انت تطلعيها من الفريزر وتقطعيها بيدك يعني مش محتاجين مقص ولا محتاجين فود بروسيسو طلعيها من الفريزر فاتفتيها بيدكي وهي دي اسهل طريقة ممكن تقطعي بيها الكنافة بعد كده جبت معلقتين سكر بودرة ووزعتهم حلو جدا على الكنافة وبعدين جبت نص كوباية سمنة اي نوع سمنة صيامي موجودة عندك انا هنا استخدمت سمنة القصيل لان هي الموجودة عندي بس اي نوع سمنة نباتي انت ممكن تستخدمين او زبدة نباتي سياحي نص كوباية في المايكرويف ووزعيها حلوة على الكنافة الكنافة محتاجة سمنة كتير يعني مش سمنة قريل مش هينفع نقول معلقة او معلقتين اقل حاجة هتبقى نص كوباية سمنة وتوزعيها حلو جدا في الكنافة لازم يبقى شكلها زي ما انت شايفها كده كده الكنافة بتاعتنا جهزة ان نحنا نحطه في صواني الكاب كيك جبت سنة الكاب كيك وده هنت هت geek جدا بالسمنة الصيامي او الزبدة الصيامي لازم تدينيها بالزبدة او بالسمنة زي ما انت شايفها كده وتبقى بدرجة حرارة الغرفة يعني ما تسايحيش السمنة. احنا عاوزين تتبقى زي ما انت شايفها كده علشان لما نحطها في الفرن تسيح وتبقى مدية للكنافة اللوني الجلدي الجميل اللي هتشوفيه في الآخر. جبت الكنافة بتاعتي ووزعتها في سنية الكابكيت. وعملت تجويف كده في النص علشان لما نعمل القشطة الصيامي نخطها جواحة. يلا بينا نعمل القشطة بتاعتنا. القشطة الصيامي عبارة عن كوبايتين لبن صيامي اي نوع لبن صيامي متوفر عندك. وتخطي عليهم تلات معالق نشا. نقلل بالنشا حلو جدا لغاية ما يدوف في اللبن. وبعد كده هنروح اعطينه على بتجهز على نار متوسطة. لغاية ما تقوم القشطة بتدي يتقل زي ما انت شايفة كده بالظات. هتروح يخطها معلقة كبيرة سمن صيامي او زبدة صيامي. الزبدة الصيامي بتدي طعم مميز جدا للقشطة. بتخلي طعمه خلو قوي. كده القشطة بتاعتنا جاهزة ان احنا نحطها في سنية الكابكيك. وهي سخنة كده تروح يتوزعيها على طول ما تستنيش عليها بغاية ما تبرد. لان هي لو بردت هتتقل ومش هترافة توزعيها. هنوزع القشطة بتاعتنا في سنية الكابكيك حلو جدا. وبعد كده هنمسك الكنافة اللي كانت فضلة نوزحها على سنية الكابكيك. نقفل السنية حلو جدا زي ما انت شايف. كده السنية بتاعتنا جاهزة ان احنا نحطها في الفرن. هتتحط في الفرن على درجة حرارة متين في الرف الوسطان. هتاخد بالزبط في سوايا خمسة وعشرين دقيق. هتعرفي زي ان هي استاوت. هتلي الاطراف بتادي التفك كده. وابتدى لون الكنافة يبقى جولدي اللون الاحمر الجميل. لو ما اخدتش اللون الاحمر الجميل ممكن تبتحي عليها الشوايا ثواني. ويبقى عينك عليها عشان ما تتلسعش. طلعنا الكنافة بتاعتنا من الفرن بعد خمسة وعشرين دقيقة. وزي ما اتفعنا بلكده. ان احنا بنعرف ان هي استاوت لما بنبص على الاطراف اللي هي بتادي التفك. الكنافة بتاعدي كانت محتاجة ان انا نفتح عليها الشوايا مجرد ثواني. فتحت الشوايا ثواني. طلعتها وهي سخنة كده. وابتديت اسقيها بالشرباط. وزي ما اتفقنا برضو ان كنتي لازم تسقيها بالشرباط مجرد ما تطلع من الفرن. يعني وهي سخنة والشرباط بتاعك بارد عشان تبقى كرانش ويبقى طعمها مميزة. بعد ما ساعتها بالشرباط ستاعة ساعة كده لغاية ما تبرد. وبعد كده هقليب لك الكنافة واركي شكلها عامل ازاي. هو ده منظر الكنافة بتاعتنا بعد ما استاوت. واخد اللون الجلدي جميل ده لان احنا دهننا الصينية بتاعتنا حلوة جدا بالسمنة والسمنة كانت بدرجة حرارة الغرفة. ما كانش سايحة لا كانت بدرجة حرارة الغرفة. فعلشان كده هي اخدت اللون الجلدي الجميل. الكنافة تتقدم بالمنظر ده بس انا جيت برضو مكسرات وكسرتها وحطيتها من فوق كده وهو ده كان منظرها. ايه هي جميلة. سهلة جدا. هي نفس الطريقة بس احنا غيرنا بدل ما نخطها في صنية جميلة. حطيتها في صنية الكوب كيك فاديتني المنظر الجميل اللي انتم شايفينه ده. نفسك تكلي حاجة حلوة في الصيام. ومحترين اعملي الكنافة بطريقة الكوب كيكس. ادي هي جميلة وسهلة. نفس التكنيك بس كل الموضوع ان احنا غيرنا شكل الصينية. جربي الطريقة دي. ولو عجبتك ايه تنسي تشتركي في القناة علشان وصالب كل الوصفات من الاكل الصيامي. ويلا باي باي.